باسم العراق يعلو صوت المزايدات الدولية بين واشنطن وطهران ففي آخر تصريح إيراني جاء على لسان مستشار مرشد خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ينسب فيه الدور في هزيمة تنظيم الدولة إلى بلاده التي لو لا هال سيطر التنظيم على كامل العراق فضلا عن سوريا كما يزعم الرجل وقوله هذا جاء في سياق الرد على مطالبات لطهران بالانسحاب من المنطقة أطلقها نده المتقاسم معه جغرافيا النفوذ والمتعاون معه في كثير من الأحيان كما يبديه أرشيف النكبات العربية منذ الغزو الأمريكي للعراق حتى وقته الحاضر سردية ولاية حول تبرير تدخل بلاده في العراق وسوريا بحجة تنظيم الدولة سبقه إليها الأمريكيون الذين برروا وجودهم في المنطقة للسبب ذاته ولعل الطرفين الأمريكي والإيراني لم يئن لهما أن ينسياء الطائرات الأمريكية التي كانت تحمي وتضلل الميليشيات التابعة لإيران أثناء قتالها مع تنظيم الدولة وبناء على ذلك التنسيق تمكن الإيرانيون من تقوية نفوذهم في المنطقة بشكل يثير الشكوك حول جدية التصريحات الأمريكية النارية المطالبة بخروج إيران من المنطقة ولا يكتفي ولايتي بجعل تنظيم الدولة شماعة لتسويغ نفوذ طهران في المنطقة بل يعتبر الكيانين السياسيين الحاكمين في بغداد ودمشق مصدر شرعنة للتدخل الإيراني في سوريا والعراق فبناء على طلبهما تدخلت بلاده في البلدين وكأن ذلك ضرب من البروتوكول الذي يجري بين دول ذات سيادة تطلب العون من دول أخرى على مبدأ الندية وليس على مبدأ التبعية كما هو الحال في تدخل طهران حتى في تعيين أصغر مسؤول في بغداد ودمشق واشنطن تهاجم طهران وتحاصرها وتفرض عليها عقوبات اقتصادية والأخيرة رغم كل ذلك تتمدد ويزداد نفوذها حتى وصلت إلى حلم إمبراطوريتها أو كادت فإلى أين ستصل لو كانت في سلام مع واشنطن؟ يتساءل كثيرون ترجمة نانسي قنقر